صباح الفولة لحرككم مرة تانية عايزين نقول ان جامعاتنا المصرية وكلياتنا في الداخل المصري مليانة بالقيادات العلمية الوعيدة اللي هي فعلا قدرت ان هي تمثل مصر خير تمثيل تمثل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية من كام يوم كده يعني عرفنا ان الدكتورة فاطمة عشور وهي استاذ الهندسة الكيميائية في كولية الهندسة جامعة القاهرة حصلت على جائزة كابوتشيرتشايو هذه الجائزة الاوروبية المرموقة اللي ربما اخدها ناس كتير جدا زي مثلا الرئيس الفرنسي فالري جيس كاردستان او النجم الرياضي مايكل شماخر او عالم المصريات المصري زي حواس دكتوراتنا قدرت ان هي تأخذ هذه الجائزة نتيجة لإسهامتها العلمية في عدد كبير جدا من المشروعات اللي خدمت الانشطة العلمية داخل مصر وخارج مصر مش كده بس الدكتورة فاطمة ايضا سبق وحصلت شهر سبتمبر اللي فات على الوسام الفرنسي برودبة فارس نتيجة برضو لإسهامتها في هذه الانشطة العلمية من هي دكتورة فاطمة بتعمل ايه والعالم مهتم بيها ازاي ده يعني عنواننا النهاردة وفقرتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر ويسعدنا ويشرفنا ان احنا نرحب بيها في الاستوديو لها الف مبروك الف مبروك يا دكتورة ومنورانا واحنا ساعدين جدا بهذه التكريمات العالمية دايما بتثبت ان كوادرنا المصرية دايما يعني هي الاقدر والاكثر قدرة على ان هي تاخذ هذه الجواز اهلا بحضرتك يا فاني اهلا بحضرتك انا مشاكرة جدا على المقدمة الجميلة جدا لحضرتك تفضلت بيها واشكرك شكر جزيل يعني في قاعة مجلس الشيوخي الايطالي بنت حضرتك استلمت جيزة كابوتشاتشيو جيزة عالمية ايطاليا بتديها للناس المتميزة في مجالات بعينها حكي لنا الدكتورة فاطمة كيف حصلت على هذه الجائزة اه والله بص حضرتك انا اتفاجئت ده اول حاجة ان انا حصلت على الجائزة دي هي الجائزة جائزة اوروبية اه وبلغوني بس طبعا انا كانت وقت دايق قوي فطلبت من بنتي انها تقدر سافر لان كان عندي التزامات في الكلية فطبعا عادي يعني ما الحقتش ان انا سافر وهي بتشتغل في اسبانيا فقلت لها يعني روحي ايطاليا استلمي ورجع طيارة طيارة كده روحي جيزة فبلغنا على طول اللجنة المنظمة كويس ان عشان تقدر تخش في قاعة في مجلس الشيوخ ده لازم اجراءات فلازم اه فبلغناهم قبليها تقريبا عشر ايام وعلى فكه ده كان بحضور ممثلين من السفارة المصرية في ايطاليا اكيد بس الجائزة دي بتمنح لزي ما حضرتك ذكرت الشخصيات الوسترة الشخصيات اه في التعايش مع الشعوب الاخرى والتعاون في الثقافات في البحر المتوسط وفي اوروبا فطبعا عادي فيه بيختاروا سياسيين بيختاروا فنانين فيه انا عارفة ان كاترين دونوف اخدتها كمان ايو في مجال الفنون في مجال الرياضة زي ما حضرتك قلت في مجال اه مايكل شماخر في مجال السياسة زي فاليغي جيسكار دستان وطبعا عالم المصريات دكتور زاهي حواس بس انا اول سيدة بقى انا مليش دعوة فانا بالنسبة لي في مجال البيئة والطاقة التعاون في البحث العلمي في البحث العلمي في البيئة والطاقة عظيم فعلى اساس ان احنا بنتعاون انا كنت رئيسة تجمع كليات الهندسة في البحر المتوسط فطبعا فيه من جنوب وشمال البحر المتوسط فاحنا بنتعاون علميا وطبعا على نشر الابحاث بننشر ابحاث في مجالات دولية ابحاث مفروض في دوريات يعني مرموقة مفروض يعني وكده فبيدو على مجمل اعمال الشخص وانه مستمر وانه بيتعايش مع الشعوب الاخرى يعني ايه يعني احنا ما بتعاونش بس في مصر لا انا بتعاون مع فرنسا بتعاون مع المغرب الجزائر تونس يعني من جنوب وشمال البحر المتوسط فطبعا ده ان انا بتعرض لثقافات اخرى وده الحمد لله من انا كلنا فبننقل الخبرات دي لشبابنا فبيبقى مجمل الاعمال وطبعا وفي تمكين المرأة جميل طبعا طب الهندسة الكيميائية والطاقة والبحر المتوسط ايه الخيط اللي ما بينهم يعني احنا النهاردة نتكلم ان مصر دولة رائدة في الطاقة عندنا مشروعات عظيمة وايطاليا ربما بتعد دولة مهمة جدا في معادلة الطاقة بالنسبة لمصر حضرتك ازاي ابحاثك اثرت في المتوسط بشكل عام وكيف كان لها تأثير ايضا في الداخل الاطالي اولا انا ابتديت في الاول بتكرير البترول هندسة كيميا انا ما بشتغلش في اللي تحت الارض مهندس البترول هو اللي بشتغل في التنقيب في التنقيب والاستخراج البترول من باطن الارض انا بقى باخد البترول لما يطلع بنعمله التكرير والتحسين الخواص وازاي يقدر بعد كده حداك تحطه في عربيتك كجسولين ككيروسين كواتا تطلع منه بترول كيميكال بالزبط فاحنا ده هندسة كيميا ايه احنا بقى اللي بنشغل وبنشغل معامل التكرير في نفس الوقت بنشتغل في الوقود الحيوي عظيم لان ده مهم جدا ده المستقبل اه ده المستقبل فاحنا بنعمل ده البيئة كمان كأبحاثي في التكرير البترول أبحاثي الحمد لله مع زملائي طبعا انا مش لوحد اللي هي التنمية المستدامة اه وفي التنمية المستدامة لان هو في المخلفات وفي ازاي اعزم الاستفادة ازاي بنعزم الاستفادة من المخلفات هم حتى بيسموا ان المخلفات دي عبارة عن دهب فان انا ازاي استخرج دهب دهب من حاجة مرمية فالمخلفات دي ممكن ان احنا عندنا ما شاء الله يعني كمية كبيرة قوي من المخلفات لو عملنا لها استخدام في توليد الطاقة في حاجات كتيرة قوي فان انا ارجحها دي بقى الاقتصاد الدوار هو ده اللي احنا محتاجين فشغلنا في ده الأبحاث كتت عاملة ازاي؟ يعني أكيد البحث العلمي مع دولة المتوسط كتت مختلف بس أكيد بحث فرق أو تعاون بحثي فرق وهو اللي كان الخطوة الفصلة أن مجلس الشيوخ الإيطالي يكرمك بجيزة منحت لرؤساء دول ولعلامات برزة في العالم هو بتبع عن الاستمرارية إن الواحد عمل حاجات ما أقول لحداتك الدوريات العلمية اللي هي المجلات العلمية دي بتدينا دي لها معامل تأثير فإحنا الحمد لله بننشر في معامل التأثير ستة وسبعة فدي معاملات تأثير كبيرة بحيث إنها العالم الآخر يعني هو عشان يقدر يعمل البحث بيستعين بأبحاث ناس تانية فكون إن أنا أعلى فده معناها إن الناس بتطلب الأبحاث ده أول حاجة تاني حاجة إن إحنا بتعاوننا مع بعض بيخلينا نقدر نخش في مشاريع مشتركة بناء على ده إحنا دخلنا على التعاون الدولي ده قدرنا نعمل مشاريع كسبناها كجامعة القاهرة عظيم كسبنا مشروع السنة اللي فاتت عن إيه؟ عن تعزيم الاستفادة من المخلفات الزراعية كويس جد تعاوننا فين؟ يعني جامعة القاهرة هي المناصق جميل معانا من جنوب أفريقيا معانا من فرنسا معانا من ألمانيا معانا من يعني مشاركين معانا من المغرب فالمشروع ده كسبناه وإحنا بقى المناصقين كجامعة القاهرة أنا المناصقة بس طبعا أنا بمثل جامعة القاهرة فده ابتدنا المشروع ده وده مشروع إيو أفريكا ده تبع يعني مفروض مشروع دولي كبير السنة دي برضو حصلت على مشروع تاني برضو إيو أفريكا برضو بس برضو مع فرنساوي برضو فبس ده تعزيم المخلفات اللي خرجة من السلخانة يعني اللي من المخلفات دي دي حاجات بتتريمي وإحنا عايزين آه طبعا آه بنطلع منها طاقة بنطلع منها وقت حيوي بنطلع منها حاجات فحضرتك بتقدر تطلع قيمة مضافة من مخلفات حضرتك يعني ترقصتي اتحاد كليات الهندسة في المتوسط لمدة كم سنة؟ لمدة سنتين وإحنا عندنا سنتين بنبقى رئيس من الشمال أو رئيس من الجنوب واللي يبقى النائب بتاعه سواء شمال أو جنوب يعني بالتبادل أنا كنت كتير قوي نائب وبعدين بقيت رئيس وأنا دايما في المجلس الإداري كم واحد من هذا الاتحاد أخد هذه الجيزة؟ ما حدش في واحد كان أخد منها واحد بس هو هو رئيس جامعة في إيطاليا هو أخد الجيزة دي أظني السنة اللي فات عظيم بس هو أستاذ كبير قوي في الكباري اللي يخلي مجلس الشوخ الإيطالي برضو يعني ياخد حضرتك ومجرد التعاون في البحث العلمي وتعزيز هذه القيمة مجمل الموضوع مجمل المصار وفي نفس الوقت أننا بنحاول نحسن التعليم الهندسي أننا بنعرض الولاد إلى ورش عمل يعني إحنا طبعا الجامعة بتسمح لنا أن الطلبة تشارك في ورش العمل تشارك في التدريب تشارك في ده وده كل ده بيرفع الكفاءة فالولاد بيبقوا مع بعض حداتك لما بتشوفهم هم طالعين يتدربوا بيبقى خايف خايف أنه هو أنا أنا مسافر وأنا مش هقدر وأنا مش واثق في الناس مش واثق قدامه طبعا طلاب من جامعات أوروبية بالضبط حداتك سيبوا يوم بس ما تقدرش توقفوا بعد كده الطالب المصري هو بس أو ما يبتدي يبقى عنده ثقة في نفسه حداتك بتشوف إنسان رائع هو بس في الأول نكسر الحاجز الخوف تبص تلاقيه بعد كده دخل في التدريب دخل في التعليم بيبقى ممتاز وبرضه بيسفروا بيعملوا اللي هي فصل الدراسي فالفصل الدراسي ده برضه بيبقى خايف وبعدين بيبص يلاقي نفسه لأ ده أنا عندي أساس علمي قوي وأقدر أننا وبيبهروهم فعشان كده بقول لحضرتك لأ الإنسان المصري ممتاز وبرضه بنعمل برضه التعاون حداتك قصدك برضه عشان التعاون بنعمل ماجستيرات مشتركة بيننا وبينهم فتبص تلاقي حضرتك أنه هو متعرض لكذا مدرسة علمية المدرسة العلمية المصرية أثبتت وجودها في حضرتك عندك المدرسة العلمية مثلا الفرنسية المدرسة العلمية الإيطالية لا ما فيش فرق بتبص تلاقي حضرتك فعلا آه طبعا طبعا يعني الطالب خارجة هندسة القاهرة في الهندسة الكميئية يعني تعليمه يضاهي ما يقدم في فرنسا وفي إيطاليا أنا مش عايزة أقول أحسن بس هو أنا عارف أن الرانك بتاع الجامعات المصرية جامعة القاهرة أو عن شمس أو 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 بيترفع في التصنيف العلامي للجامعات لأن عندنا هندسة وطب من أقوى الكليات عالميا وأنا عارف أن هم اللي شايلين هذا الرانك أو هذا التصنيف أيوة طبعا وأن الكليتين دول بزيت أكتر كليتين الهندسة والطب هم اللي بيدون الأصوات في هذا الترتيب بس ما كنتش متوقع أن إحنا لا إحنا كويسين أنا أقول لحضرتك حاج أنا معارش المسموح لي أقول ولا لا بس في عندي خريج هندسة كيميا أستاذ رهيب يعني له ترتيب عالمي كبير قوي في تاكساس إيان دام عظيم وكل سنة بياخد الجايزة على أحسن أستاذ هندسة كيمياية فده خريج هندسة القاهر إحنا دائما بنشتكي من إحنا عندنا فجوة ما بين الدراسة والتطبيق حضرتك راضي عن ما يحدث في مجال الطاقة في مصر أو من تطورات في مجال الطاقة في مصر بسفة عجب تتكلمي في هذا المجال أوه أقول لحضرتك دلوقتي إحنا عندنا خبراء ممتازين في الطاقة عندنا ناس متقدمة جداً كعلوم، مهندسة، كيميا، كله ناس ممتازين وطبعاً عادي متقدمين جداً بس المشكلة أنه لازم يبقى عندنا اللي في الوسط يعني أنا مبسوطة جداً بكليات التكنولوجية أنا مبسوطة جداً أنه مبتدى يبقى في المدارس التكنولوجية لأنه هو ده أنا عندي الجهاز وعندي المشروع بس أنا عايزة اللي هو في الوسط عشان أقدر أننا المشروع يبقى مستمع يعني إيه في الوسط؟ يعني الكوادر؟ اللي هو الحرفيين المهنيين المهنيين الفنيين بس أعتقد فيه مدارس فنية دي عشان كده أنا بقول حداتك أنا مبسوطة بالتصرة دي لأن هي دي فعلاً اللي بتخلي أي مشروع مستدام طبعاً أنا جبت الحاجة وعملتها طب فيه لازم يبقى فيه استمرارية عشان يبقى فيه الصيانة يبقى فيه التشغيل يبقى فيه الكلام ده كله فأنا مبسوطة بده فإحنا الحمد لله أنا مبسوطة بازدياد المدارس دي العمالة تنشأ لأنه هو ده فعلاً الطريق لأننا نبقى فعلاً متفوقين جداً في الطاقة طب البترول هيخلص يوماً ما سينتهي من على كوكب الأرض والوقود الحاوي ما زال موجود في المناهج ما نزلش السوق لسه هنشوفه إمتى أبصى حضرتك الوقود الحاوي لازم ينسل بس تحيبقى غالي لا مش كل الوقود الحاوي فيه وقود حاوي حداتك تقدر تعمل اللي هو في البيوت الصغير تمام في القرى حداتك ممكن تعمله اللي بيطلع من الأسمة ده ومن الحاجات دي أيوه من المخلفات الحيوانية من المخلفات اللي هو الوقود الحاوي اللي هو بايو جاز البايو جاز يعني السويد شغالة الأوتوبيسات بتاعتها من البايو جاز فعلاً أه طبعاً يعني هو يقدر طبعاً بس بتقنيات معينة أيوه إحنا ممكن قوي 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 لأن حداتك مع القمامة دي ممكن حداتك تتوقع نعمل الوقود الحاوي يعني أنا بقول حداتك في السويد هما بيستعين لازم يبقى فيه مشاريع كتير يعني إحنا عندنا البحث العلمي ممتاز وعندنا الكوادر ممتازة زي ما أنا شايف كده لكن التطبيق على أرض الواقع لسه ما تمش بس هما ابتدوا ابتدوا بس حداتك دي ثقافة أنا دايماً ببقى خايفة من الجديد لغاية ما ابتدأي أتعاود أبقى لا خلاص مش قادر أسيب الجديد فهو دي مراحل يعني هما الناسة ما كانت مستثلة الناسة عمل البترول بس أنا ما أعتقدش أن البترول حينضب هو بس حيبقى موجود بصعوبة في يعني استخراجه حيبقى بطريقة مش السهلة تمام تمام لكن في نفس الوقت عندنا حاجات تانية عندنا الهيدروجين الأخضر عندنا الوقود الحيوى اللي نقدر نطلعهم المتخلفات عندنا الطاقة الشمسية عندنا طاقة الرياح لكن الكلام ده علشان ينزل ويتطبق ونشغل بيه عربية أو أوتوبيس أو مصنع نحتاجين وقت عندنا أبحاث عندنا أبحاث لكن لسه المشكلة في العنصر التكلفة وفي عنصر الكوادر امتى بقى نشوفه ده تطبيقا هي دي النقطة يعني أنا شايف الكوادر أهي وحضرتك بتقولي لي بنضعي فرنسا في مناهجهم ومعمل ده طب امتى بقى يبقى عندنا المشروع اللي نقدر نطلع منه طاقة هو لازم يبقى فيه تشجيع بس هو لازم يبقى فيه تشجيع مثلا أنا طبعا ما قدرش أقول الكلام ده بس يعني لازم يبقى فيه مشروع قومي اللي هو إحلال إحلال جزء من الطاقة اللي هي التقليدية بالطاقة الحيوية محتاج خطوات على البداية محتاج خطوات سؤالي الأخير حصلت على وسام من فرنسا بلود بيت فارس أيوة واعتقد برضو ده تكريم ده واللي كان شهر سبتمبر الماضي كواليس هذا التكريم هو ده من الحكومة الفرنسية فارس اللي هو السعفة الأكاديمية أو البالما أكاديميك للتعاون المستمر برضو مع فرنسا أنا بتتعاون معهم بقالي فوق الـ 20 سنة بنشتغل مع بعض وبنعمل مشاريع برضو دولية وبنعمل تدريس يعني لغة فرنسية تقنية بنعمل ماجستير إن شاء الله حنبتديه في البيئة سنة في مصر وسنة في فرنسا بس ده هندخل فيه الجزء التدريب الصناعي عشان يبقى اللي داخل الطالب اللي خارج يعني خريج الدراسات العليا يبقى عنده مش خايف من سوق العمل صحيح على أي حال إحنا ما ندرش نقول غير مبروك للدكتورة فاطمة الدكتورة فاطمة قدرت إن هي تشرف المصريين جايزة زي كابو تشيرشيو مقدمة من إيطاليا بيتم تكريمة في مجلس الشيوخ الإيطالي وجايزة خدها فاليري جيسكاردستان الرئيس الفرنسي خدها مايكل شماخر في الرياضة خدها عالم المصريات زهي حواس وبتخدها دكتورة عندنا من هندسة القاهرة ده خبر كبير خبر عظيم لازم نشتغل عليه قصة الوقود الحيوي لازم نشتغل عليها لازم يبقى عندنا بالفعل تطبيق لكل الأبحاث اللي طلعت عندنا من جامعتنا المحلية واللي تقدر تعمل ده وإن ده يتطبق على أرض الواقع بنشتكي من الطاقة وبنشتكي من نضوب موارد الطاقة ولكن عندنا الأبحاث ننقصنا بس ترجمة هذه الأبحاث إلى أرض الواقع ألف أبروك دكتورة دكتورة فاطمة الزهراء عشور وأستاذ الهندسة الكيميائية كلية الهندسة جامعة القاهرة والمكرمة من مجلس الشيوخ الإيطالي في جائزة كابوترشيو نورتينا في السوديو صباح الخير مصر وألف أبروك مرتلي أنا متشكرة جدا شكرا جزيلا شكرا